موسيقى الموعد والاقصدي المسائي من قناتكم الجزائر الدولي أهلا بكم في المستهلة توقع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس ارتفاع النمو الإجمالي للاقتصاد الجزائري إلى خمسة في المئة بنهاية السنة الجارية رئيس تبون وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاد بقصر الأمم غربي العاصمة الجزائرية كشف عن ارتفاع واردات البلاد خارج المحروقات إلى سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المنقضية بزيادة ثلاثين في المئة بالمقارنة مع المستوى المسجل في الفين وواحد وعشرين مع تجاوز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى ستين مليار دولار الرئيس الجزائري أعلن عن استحداث نحو سبعمائة وحدة اقتصادية في ظرف ثلاثة أشهر مكنت من خلق اثنين وخمسين ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا تخطط الجزائر لزيادة انتاجها من النفط والغاز خلال العام الجاري إلى أعلى مستوى منذ اثنين عشر عاما كشف الرئيس المدير العام لمجموعة سونطراك تفق حكار عن رفع الجزائر انتاجها من المحروقات إلى نحو مائتي مليون طن ما يعادل مليارا واربعمائة اربعين مليون برميل من المكافئ النفطي هذا العام ما يمثل أعلى مستوى منذ الفين وعشر حكار وفي تصريحة أدل بها لوكالة رويترز قال إن الجزائر صدرت ستة وخمسين مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي مرتفعة من اربعة وخمسين مليار متر مكعب في عام الفين وواحد وعشرين حكار أعلن عن توقيع سونطراك اتفاقات جديدة مع شركة الطاقة الإيطالية إني بشأن امدادات الكهرباء الأسبوع المقبل رئيس المدير العام لمجموعة السونطراك أكد أن الشركة الجزائرية ستوقع صفقتين ومذكرات تفاهم مع إني بما في ذلك صفقة لإمداد كابل لنقل الكهرباء إلى إيطاليا لتضاف إلى عدة اتفاقيات رئيسية أبرمتها الجزائر مع روما خلال العام الماضي لتعزيز إمدادات الطاقة افتتح بالعاصمة الموريطانية نواقشة الخميس أكبر معرض للمنتجات الجزائرية بمشاركة أكثر من مائة وخمسين شركة جزائرية وعشر فوزير التجارة الجزائري كمارزيغ الخميس على افتتاح الطبعة الخامسة من المعرض الذي يمتد إلى غاية الرابع والعشرين جنفير الحالي بحضور شركات تمثل قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والخدمات والهندسة الميكانيكية إلى جانب الطاقة والصناعات الكهربائية والإلكترونية انتقدت الأمم المتحدة أوجها القصور في تنفيذ الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أحثت الأمم المتحدة الأربعاء جميع الأطراف على العمل على تذليل العقبات من أجل تقريس تراكم السفن وتحسين الكفاءة التنفيذية وبمجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في جوان الماضي تفتشها السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بمجب الاتفاقية وتفتيشها آخر خبر في نشرة الاقتصادية المساء يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء